والآن جولة في أهم أبرز الأخبار الإقتصادية حيث أعلن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين تحالفاً تجارياً ومالياً مع دول آسيا الوسطى قال الرئيس الروسي خلال كلمته في قمة روسيا آسيا الوسطى نعمل على تنمية سلسل لوجستية جديدة تمر بدول آسيا الوسطى لرفع مستوى التبادل بين دول المنطقة وأكد بوتين على أن هناك حاجة لمزيد من أدوات دمان أمن منطقة آسيا الوسطى لهذا حولنا مؤتمر التفاعل إلى منظمة دولية أعلنت ألمانيا أنها حققت هدفها بضمان 95% من احتياطياتها من الغاز وأقال كلاوس مولر رئيس الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات إن ملأ مواقع تغزين الغاز الطبعي في البلاد بلغت 95% قبل أكثر من أسبوعين من الموعد المقرر مؤكداً أن ذلك سيساعد خلال الشتاء لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المغزون وحده ليس كافياً لأن كميات الغاز في منشآت التغزين تكفي لنحو شهرين خلال الشتاء بارد قالت صحيفة The Daily Telegraph البريطانية أن الجنيه الاسترليني خسر 1.5% من قيمته مقابل الدولار أمس الجمعة بعد أن باء قالت وزير الكزانة في المملكة كواسي كوارتينج وقالت صحيفة البريطانية أن واحد جنيه استرليني يساوي 1.12$ وخسر قواسي كوارتين منصبه وسط أزمة حكومية بدأت بعد أن قدم البرنامج الاقتصادي الجديد لمجلس الوزراء في أواخر سبتمبر أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليس تراس رفع ضريبة الشركات إلى 25% وذلك بعد ساعات من إقالتها وزير المالية كواسي كوارتينج وتراجعها عن برنامج التخفيضات الضريبية وقالت راس إنها قررت المضي قدما في زيادة ضريبة الشركات وهي خطوة من شأنها أن تعزز المالية العامة لبريطانيا بمقدار 18 مليار جنيه استرليني وزراء مالية مجموعة العشرين يتفقون على تجنب التدعيات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة أكدت اليابان وإندونيسيا أن مجموعة العشرين للإقصادات الكبرى ملتزمة بتجنب التدعيات الإقصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وذلك في ظل تعامل البنوك المركزية مع تضخم بينما تتشارق القلق بشأن زيادة التقلبات في العملات وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن ذلك يأتي عقب اجتماع استمر يومين لرؤساء ماليات مجموعة العشرين برئاسة إندونيسيا وأداء الخلاف المستمر بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية بين أعضاء مجموعة العشرين والتي تضم اليابان والولايات المتحدة وروسيا إلى منع إصدار بيان مشترك حضر مسؤولاني كبيراني في البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات أصبحت قاطبة للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في 2023 على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية الهيئة السياسية لصندوق النقدة الدولية إن أفاق النمو متجهة إلى الانخفاض أساسا خصوصا بسبب أتبعات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية وإلى أسعار العملات الأجنبية في مصر حيث سجل سعر الدولار أمس أمام الجنيه المصرية 19.63 جنيه للشراء و 19.70 جنيه للبيع كما سجل سعر الصرف اليورو أمام الجنيه المصرية 19.12 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع وسجل سعر صرف الجنيه السرليني أمام الجنيه المصرية 22.13 جنيه للشراء و 22.22 جنيه للبيع كما سجل سعر صرف اليوروان الصيني أمام الجنيه المصرية 2.73 للشراء و 2.74 للبيع ومن العملات الأجنبية إلى العملات العربية حيث سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصرية 5.22 للشراء و5.24 للبيع كما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصرية 5.34 للشراء و5.36 للبيع وإلى أسعار الذهب في الأسواق المصرية حيث سراجع سعر الذهب في ختم تعاملات أمس الجمعة وجاءت أسعار الذهب عيار 21 سجل 1118 جنيها وعيار 24 سجل 1280 جنيها وعيار 18 سجل 959 جنيها وأخيراً الجنيه الذهب سجل 8.944 جنيها مشاهدين الكرام كان هذا عرضاً موجزاً لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية وعود مرة أخرى للزميل باسم لاستكمال فقرات هذا الصباح